أريد وصفة بيض أريد العريسات الحبوب الحروق الشمس الكحولية الزروقية اليوم سنبرع بوصفة القهوة اليوغورت وصفة الزبادي وصفة الزبادي وصفة الزبادي وصفة الزبادي فلترجع عروسة في عام الأول قسمين بالله لبنات اقتصادية سهلت تحضير ومن ارواع ورقة وابسط ما يكون للتبييد ولا لعلاج تسبوغات ولا لعلاج نمشو الكلف ولا لعلاج الحبوب لم يكنها المشكلة اي مشكلة تتعانون منه اضعوا القهوة واليوغورت او للقهوة والزبادي وردو علي الخبار للبناس في التعليقات المهم سوف نمشو حبيبتي باش نتعرفو على المكونات ديال لغوسة طريقة ديال تحضر ديالة طريقة ديال الاستخدام نستعمال ومن لدي تاي كامل ان شاء الله هنتعرفو عليهم ونبغي نقول لكم البناس وصفة دياليوما كتعالج حتى الهيلات السوداء أو كتعالج حتى التجاعد لأنه بزاف منكم سولتوني على التجاعد وإزالة الهيلات السوداء يعني بغيتو شي وصفة ويوجدو شي حاجة اللي كمسلا نقولو احنا موطوق فيها شي حاجة اللي زوينا افكاس وناجحة تقهر لكم شي حاجة اسمية التسبوغات والكحولية والسيكاتريس ونمشو الكلف وجميع المشاكل وجميع اليوم فاليوم اجبتيكم هات الوصفة هدي ديال قهوة سريعة الدوابة الليبناس واليوغورت او لا والزبادي المهم البناس سوف نتعرفوا على المكونات ولكن قبل بيتنرحب بكم لا بنيسبة الناس اللي اول مرة كيكتشفوا معنا ولا بنيسبة الناس القدامة يعني كما سنقولو الناس ديال الزمن الجميل مرحبا بالجميع وما تنسوش الاشتراك كذلك اتبعلكم بزيال الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد وما تنسوش الله يرحم بها الولدين والله يفرحكم ويسعدكم باش مما تمنيتوا يا ربي وفرح القليب ديالكم ما تنسونش من واحد اللايك ما غتخسري التاشي حاجة غير غادي تزيدي تشجعيني وغادي تزيدي سابونسي بيا ان شاء الله القدام وذيدي تخليني البتاكر ونجيب ليك الجديد فما تنسينيش من واحد اللايك وكذلك التعليقات ديالكم زوينين الاقتراحات لسي في سارة نتيكت بتواصل معي فمرحبا حبيباتي خلي ليغي التعليق ديالك اولا الكمونتاغن ديالك وان شاء الله غادي نجاوبك على السريع يعني اي تبتي تعليقك وان شاء الله غادي نجاوبكم كاملين ويالله هما يا دباباش نتعرفو على المكوناس ديال الوصفة اللي غادي سبييدكم ومنعوش لكم بعدها على النسمة يعني الريحة ديال هاد لغاوست كسبقى لبنات ما بين 24 حتى 48 ساعة على حسب الكمياء ديال القهوة اللي ضفتي لضفتي كمية قليلة بزاف راها كمسان قولو احنا يا عادي سبقى لك 24 ساعة اكثر شوية من القهوة كتبقى لك 48 ساعة بنسبة اليوغورت او الزبادي فهو كيبيض فهو كيلمع كيعطي لابغيونس كيعطي لامعان كيعطي لإشراقة وكيرطب لك لوكوغ ديالك كم طبي الحال وحد البرودة بعضها انا انفو كامده في البنات الزبادي وخغير هو ودقيق ما نعاولش لكم خاتر خاتل واحد درجة ما كتصورش وكينقص حتى من الحساسية بنسبة لنات اللي كيقولوا ليرا ويمانا البركتي الله اول حاجة اللي لدينا القهوة هنا اللي لدينا قهوة سريعة الدوبان اي القهوة حبيبات عندي لبناس هدى نوعية هدي ديال أستا زوينا الصراحة هدى نوعية هدي ردي ما كام باقتاجيها معاكم اه كين الناس اللي كيقولوا لي وش ممكن ينديروني سكافي طبعي الحال ديلي دكشي اللي بغيتي انا غير كنستخدم أستا بزاف دكشي علش كنديرها اما هوا اي قهوة راملي كتكون توفر عندي نسكافي لديه اليوغورت او الزبادي وهنا لديه دانون بالبانان او لاب بالموز كما سنقول احنا يام العشاق انا يديه دانون بالبانان كنحمق عليه ها هو الناس اللي عندهم لابو حساسة بزف بزف مال احسن يديرو اليوغورت ناتيور يعني اليوغورت طبيعي اللي ما فيه تشينكها ما فيه لا بانان لا فخيز لا تشي حاجة باش هكذا يكون طبيعي المئة بالمئة بالنسبة لابنات المكونات التانوية هتحتاج معي ان شاء الله الى كمية اما من الحمص او الحلبة على حسب الاختيار ديالك اما الحمص اما الحلبة في حال في حال نفس النتيجة نفس الغزلطة الحلبة كتبايد الوجه وكترجع لك مزينك كي حمك كتصفيه وتزول لك الحبوب في نفس الوقت تشد لك لابويلة عندك هكذا سراهولات والحمص يعمل نفس الشي اللي كتديل الحلبة غيه وشوف انتي شنو بغيتي اما الحمص اما الحلبة كذلك البنات غنحتاجوا كمية من الدقيق البيض هنالدقيق الابيض من الاروح المكونات عندي رادي ما كان باختاجه معاكم دي ما سنقول لكم زوين فغنحتاجوا منه كمية وكذلك غنحتاجوا كمية ديال مادية الورد عندي البنات هذه القلعة هذه ديال مادية الورد ديال بستان ديال قلعة مقونا كدير 3 دراهم سالح للتجميل وحميرا للعين والحمى والتجايد هو هادا البنات عندي هادا القلعة هادا عامرا اولا هم ملؤه بالماء ديال الورد المهم قلنا كمسا نقوله الدقيق الابيض قلنا الحمص ولا الحلبة قلنا القهوه قلنا اليوغورت وقلنا الماء ديال الورد وكذلك غادي نزيدو نضيفو مع هادا المكونات هادو شوية ديال القمح كومبلي ها هو ها هو البنات القمح كومبلي كدير منوغير شوية لانه كينفخ بزب فبالتالي ما تكتريش منو لانه لا كترتي منو غادي ينفخ لك الوجيه ديالك او للي بغتي كتر من لازم فادري منوغي شوية قلنا البنات القمح كومبلي اي القمح الكامل انا الصراحة ما عرف شنو كتقوله في الدول العربية اللي كتعرف الاسم دياله تقولها لنا في التعليقات باش ها كده نستافدو منكم كاملين ان شاء الله المهم هانتوم هادا هو القمح كومبلي هاد شي باش كنعرفو في المغرب بعد اللي صخرين نمسا عارفوش صراحة مهم قلنا القمح كومبلي قلنا الدقيق البيض قلنا الحمص ولا الحلبة قلنا القهوه وقلنا اليوغورت او لا الزبادي وقلنا الماء ديال الورد فدابا البنات وصلنا الستة ديال المكوينات غنزيد معاكم واحد المكوي اللي حتى هو البنات زوين وديما كامبغ تاجيه معاكم ومعروف بزاف في الصحره اللي هي النيلة الزرقة هاد نيلة الزرقة اللي بنات كتجي إما حجر كتتحنيها وكتتخدمها او لا كتتخديها دايجم عند العتار مطحونة كيبيعة مطحونة وكيبيعة حجر انا الصراحة كنا اخذها حجر وكنجيبها نطحنها وانضغية كتتحليها ما فياش بزاف تيال الخدمة سينو اللي بغيتها كده تكون موجودة فاخديها من عنده باودر نيلة الزرقة كتبيض بعد ما عروفة نيلة الزرقة في الكحال فاش كدي لها الجدة ديالي في الكحال فاش كتكون كدقو فما شاء الله واحد لا بغي ينصكي حمق فيها او السيي البنات إفكاس لا لعلاج التسبوغات لا التبييد لا الحرق ديال الشمس يعني افكاس إفكاس لبنات هاد نيلة الزرقة كنصح بها وبيشيدة البنات اللي كيعانوا بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال العيوب لا في الوجه و لا في العنق و لا في جميع اللي بغتي لبنات هذه هي المكونات الله يجعل البركة لا بالنسبة للمكونات التناوية و لا بالنسبة للمكونات الأساسية بجوجهم زيانين و بجوجهم إفكاس لا ندبها إلا ندازل طريقة التحضير أول شيء نأخذ القهوة نزيدها كمية الماء الورد سوف نضيف كمية دقيق الأبيض أي فارينة دقيق المخبوزات مهمة نضيف نضيف معلقة الحلبة اشتركوا في القناة نضيف القمح نضيف نيلة الزرق اشتركوا في القناة نضيف نيلا الزرقاء و القمح و الحلبة و المدية و مكوين تضيف نيلا الزرقاء و الورد نضيف نيلا الزرقاء و الزبادي ونضيف دانون البانان ونضيف فاني وفخيز ونضيف الحساسية من الأحسن ونضيف الحساسية من الأحسن لديك الحساسية نضيف حساسية نضيف الحساسية من أجل الزرطة ونضيف حساسية وشاهدة اشتركوا في القناة والنتيجة كما تقول الأكبر سأخذتها لكم في البداية يعني الغزلتة كما تقول المدهشة والصادمة والسحية اللي غادي تنال السحسة ان شاء الله ديال الصغار و ديال الكبار لأنه في حال هذه الهميزة هادول بنات قسما بالليلة ما يتزقلوش هادول بنات جبتها لكم هميزة كما سنقوله مقاع الخابية نودي ديري هذا بحي دك شي اللي فيديك و نودي ديري هاسوك انتي مخطوبة عروسة عشرين عام هادي و لاي الله غا تزوجي مدى الويدات كل حنة الله يسهل عليكم كاملين يا ربي بدك شي اللي بغيتوا بتحقيق أهذافكم و أمانيكم و كل من هو شيء إيجابي إن شاء الله المهم على بركة الله أنا غادي نطبقها معاكم شوفوا اللويين كيفاش كي يجي و مزارة ما كترتش مني للزرقات فصغير شوية شوفوا دك شوية شوفوا اللويين اللي اعطاني شوفوا اللويين ديالها كي جيه كده يسرق من بعد صفيك تغسلي لي اللي يعني اللوجية دياله كله كمسلا نقول احنا أي بارتي وضعتها لأنه كما قلت لكم هادا الوصفة مشيغل اللوجه اللوجه العنق و حتى المناطق الحساسة فأي منطقة وضعتها عليها و لا تبقتها عليها كتخليها خمستاشر دقيقة قدرتها كتبري ما وصفة في الحمام أو في الدوش كتخليها خمسة ديال دقيقة من بعد كتغسلي لوكوغ ديال كامل وجيه ديال كامل العنق ديال كامل ومن بعد ما كتغسلي مجهو العنق ديال كامل صفيك تدوزي باش ترتبي لوكوغ ديالك ودابا المناس غنعطيكم باش ترتبوه لانو ما شاء الله بزف منكم كتقولي لي يا عافك في الأخير تلافيديو حاولي سعطينا فشنو المكونات وشنو الأشياء اللي نقدروه نرطبو بها لوكوغ ديالك المهم أول حاجة غدي نبدا معاكم بيها ولي هي كخام نفيال علبة الزرقاء هذا كرام زوين كيديرغي 20 درهم مغربية وفيه لبنات 150 ميلي لتخ يعني يدره يدوم معك شهر وكتر قاع هذا زوين كيرطبو بعمق خصوصا لبنات اللي يعدوم لها بو ناشفة بزال كذلك اللبنات غنصحكم بوحد زبدة الكاغيتة ولا زبدة شية هادي غزالة كدر حتى الفيام اللي عندها ناشفة 150 جرام كدرشي 75 درم مغربية في البغا وفي صيداليا هانتما فيها فيتامين A و D و E و F وكترتب بعمق هي البنات وكتجدد الخالي وكتقاوم حتى التجايد هادي زوين البنات الزبدة الكاغيتة اللي قيتوها غير خدوه على الحسابي هذا كريم رخيس بالنسبة لبنات اللي كيبوش حاجة رخيسة بزاف كريم ليسرطي بالجلد بالقليسيرين هادا البنات كيدير غير 10 درهم أو 8 درهم بالأحرام وكتش عقلة بالضبط هانتما البنات في 150 درهم وزوين هادا غتلقوا عندما للمكياج كيحمق هي البنات الملمس دياله في فن ومافيش الريحة يعني الناتوغ شي حاجة اللي ترطب لك وما تخليش لك الريحة فلوكوغ ديالك الناس اللي كيبغيو الترطيب مع زائد الريحة غمسحكم بكريم ليسوليد اللي كيدير 20 درهم تهوة مغربية فيه البنات 125 ميلي لتر ها هو معروف اللي الدين الرجلين اللي بغتي عنتيم والجسم كامل كذلك البنات غنسحكم بوحد الكريم كيدير شيه 13 درهم مغربية ليهو غليسيرين كريم أسلي حتى والناتوغ زوين اقتصادي وفيه تقريبا لبنات 200 ميلي لتر يعني كيميال هي زوينة من نفس الماركة ومن نفس لاغرام كين اوسي هادو ديال 13 درهم هادا بالحامض وهذا بلافوكا ليعندها السمرار او التسبوغات او الكحولي يدير هادا في 200 ميلي لتر تهوية بالحامض وكين هادا بلافوكا ليعندها لابوناشفا ولا سنسيبل والسي البنات ليعندها لابوناشفا بزافقاع فتدير هادا ديال الارغان هاو هادا درهم مات يخطونيش ديما البنات عندي كريم بزيت الارغان هادا البنات تقريبا رافي فيتامين اوب وكي عالج تجاعد وفي تقريبا 150 جرام اخر حاجة غر نسحكم بها اللي كي بغي شي حاجة ترتب لكو وتبقى الروحة 48 ساعة خصوصا بالسبار فنسحكم بهذا ديال الفازلين في دوس سون تهوية في 200 ميلي لتر هادا الشي اللي كين هدو هما الاشياء اللي نقتر نسحكم بهم زوينين اقتصاديين وسهلين في التحديم كده لكم طبيعي حال نسحكم بحاجة خمسة درهم ارخص حاجة اللي هي الفازلين خصوصا بالارغان مفيش ريحة وكي يصلح اللب ونشفة الجافة الحساسة هاد الشي اللي كين مسحتكم وراحتكم البنات مثلنا هذا الفيديو كان زوين وكان خفيف ضريف على قلوبكم كيتكون من القهوة واليوغورت او للقهوة بالزبادي لعلاج تسبوغات ولا لعلاج جميع العيوب والمشاكين نتمنى هذا الفيديو كان خفيف ضريف على قلوبكم لا تنسوا نشمل لي لايك الاشتراك جي لكم بسيوغ ماشي نتعلكم زي الجرس نطلقى معكم في فيديوهات مقبلة الى اللقاء